هيا ياه قبيلة شيف الحال كتير في كارتين عالطاولة ها ها alright ladies and gentlemen boys and girls تحياتي شيف الحال اساكم بخير it's been a minute yes indeed a lot of things has happened الحمدلله ولكن خنبلش اعزائي القبيلة الحبوبين المهضوبين في شيء قاعد على زوري هون اللي هو صار لي فترة اشهر ما انتجت محتوى على هذه القناة بالطريقة اللي انا بدي اياها واللي بيعرفني بيعرف انه انا مؤمن بشكل كبير جدا باهمية انتاج المحتوى خاصة مع الثورة الصناعية الرابعة لانه كوكب الارض وشركاءه شغالين على الداتا والتكنولوجيا وكل شيء له علاقة بالداتا والتكنولوجيا هلا ناهيك عن الفضاء وما الفضاء والسيارات الذكية والشغالات الجميلة هايدي والبيئة وتغير الطقس والعلوم التانية العلوم الطبية والشيء عم بتطير اه العلوم الطبية والشغالات الجميلة ولكن اخوكم هون بتعرفوا انه مهتم بعالم التكنولوجي شوي وصار لي فترة مهتم بالاقتصاد شوي فحبيت اجمع التكنولوجي مع الاقتصاد شوي ويكونوا تاقتصاد مثلا فنفكر نبلش هيك سيريز خفيف نوعا ما بأخبار تكنولوجية الى تأثير اقتصادي او اخبار اقتصادية ممزوجة بعالم التكنولوجي وعالم الانفتي والكريبتو كورنسيز والعملات الرقمية والعلوم الفضاء وهالشغالات اللي اللي رح تاخد نصيب كتير كبير من المستقبل صحيح انا مش خبير بولا واحد من هدول الشغالات لكني بحب اعتبر انه مهتم ومطلع قليلا على بعض المصادر اللي بتقدم هكذا مواد اخبارية ولي ذلك حبيت شارككم بهذه الرحلة التاقتصادية حبيت شارككم بهذه الرحلة بلكي منثير اهتمام اند اور منزرع بزرة بعقل شخص او شخصة وينما كانوا يكونوا في هذا العالم العربي الجميل في هذا العالم الجميل للمتحدثين باللغة العربية رح ننقل نقل نوعية ما بين المحتوى القديم اللي كان فقط انجليزي وبعدين صار عربي انجليزي وبعدين ابلش عربي انجليزي رح حاول قدم فيني انه نلتزم بتقديم محتوى عربي بلغة عربي بكلام عربي قريب على قلبنا كلياتنا وللواحد يكون عنده هذا المحتوى يجب انه يكون عنده الادوات لانتاج المحتوى في المقام الاول نحن عم ننتج محتوى والمحتوى عبارة عن افكار عبارة عن معلومات عبارة عن علم عبارة عن شغلات بتحب بتشاركها لأودينس لجمهور يتقبل هذا النوع من المحتوى في المحتوى على المنصات على اختلافها ممكن يكون ترقص ممكن يكون طلبنا سلأكل السيارة التي امامنا ممكن يكون جربت ميكابلون ووردي طول النهار او ممكن يكون شغلات ممكن تفيدنا ونستفيد منها انا اميل نوعا ما للكونتنت والمحتوى اللي بطلع منه بمعلومة حتى لو الفيديو طوله خمسة وخمسين دقيقة بطلع منه بمعلومة واحدة مو ما علينا لانتاج هذا المحتوى شو مكانت المعلومات اللي عم بيقدمها هذا الشخص يجب انه يمتلك مقدم المحتوى بعض الادوات للتحدث في العالم الرقمي يعني انا ما في اني طلع على سطح البناء وصرق قول يا عالم ترى جوجل نزلت بالاندرويد 13 هاي الشغل اللي عم بتطير راحت نزل ما امي مش الحال لازمك مايكروفون لازمك اضاءة لازمك جايين لهم بالحكي لازمك كمبيوتر مشان المونتاج اند اور او موبايل هاتف محمول جوال ايباد جهاز لوحي تابلت تقدر تعمل عليه مونتاج يعني يجب علينا انه نتعلم بعض المهارات الحياتية الجميلة اللي راح تفيدنا في توصيل هذا المحتوى للاشخاص هناك العديد من القصص الجميلة لاشخاص قرروا يغيروا مسار حياتهم كلها بسبب المحتوى بسبب انتاج المحتوى يعني لي صديق بيعرف شخص شخصيا عمر قوتلي تحيات القلبية الحارة بيعرف شخص شخصيا كان واحد من كبار علماء البيانات data scientist وبسبب جائحة كورونا اضطروا يقولوا لو تفضل عمي روح عد ببيتك ما لك شغل عنا سكرنا الشركة فالزلمة بدل ما يلعب سيديات هاني شاكر دماريات واحد واثنين وثلاثة وعشرة قرر انه يسجل كورس ويحط بهذا الكورس اللي هو دورة تدريبية انترنتية ويحط بهذا الكورس كل العلم اللي عنده يا في عالم البيانات تحليل البيانات كاميرا صغيرة مرتبة مايكروفون صغير مرتب برنامج editing منتاج صغير مرتب تعلم كيف يمشي اموره فيهن وانتج محتوى من هون طبعا كده بعورة بستركشور حط هذا المحتوى على يوديمي بتسع يورو وغمضين فتحين جاب بمئتين وخمسين ألف يورو من الآخر يعني غير الاشخاص اللي بينزلوا محتويات على الانترنت على المواقع التواصل الاجتماعية اللي بتندعم بسبب الإعلانات وإلى آخرين فبهذه الرحلة رح نتعرف على الجوانب ما خلف الكواليس لإنتاج المحتوى بودكاست تيك توكس انستجرام وآلية واستخدام الأدوات الجميلة اللي رح تساعدنا لإنتاج هذا المحتوى هلأ أدواتي قد تختلف عن أدواتك وما أستطيع أن أحصل عليه قد يختلف ما أنت تستطيع أن تحصل عليه ولكن هذا لا يمنع أنه المحصلة تكون جميلة لأنه المحتوى هو الجميل الكاميرا اللي بصور فيها مش هي اللي بتطلع جمالية المحتوى الكمبيوتر في شخص اسمه ماركاز براونلي واحد من الريفيورز واحد من الأشخاص اللي بيعملوا مراجعات العالم التكنولوجيا كلياتها سيارات وطيارات وشو مكان وموبايلات وكمبيوترات وإلى آخر حكى عن الماك ستوديو الألترا أنه كأداة صاروخية ولكن ما رح تشتغل الشغل إذا كان المحتوى بمشي على أربع رح يمشيك على أربع بسرعة فأنت حتى لو كان جهازك متواضع وبسيط هذا لا يعني أنه لن تستطيع إنتاج محتوى فلان بينتج هذا المحتوى بيسجل ثلاثة أربع خمس ساعات وبيعمل له اكسبورت بتلت دقايق وانت بتسجل ثلاثة أربع خمس ساعات وبتعمل له ادت واكسبورت او منتاج وشواني اكسبورت تصدير مش تصدير بس المهم أنه تخرج هذا المحتوى إخراج هذا المحتوى بثلاث ساعات بالنهاية اتنينة حصلوا على النتيجة والبدايات البسيطة جميلة وقصص حلوة تنحكى أنه ما فيك ما عمرك سمعت عن قصة نجاح والله أنا بلشت جبت أسرع كمبيوتر في العالم وأحشن كاميرات في العالم وصورت وحصل ما حدا ما حدا ما فيه منه الحكي القصة الحلوة أنه كنت صور عضو الشمعة وكنت صور بموبايل مكسورة شاشته بس كنت حب الشي اللي عم بعمله دور ع شباك إضاءة إنارة كذا كذا تعلمت وسويست وقضيت على سبع تلاف فيديو على اليوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستغرام بس مشان تعلم مصلحة جديدة اللي هي التصوير ولا فن الإضاءة ولا فن الإضاءة ولا فن المونتاج شو ما كانت تكون فالأداة لن تقيم المحتوى احنا مش جايين بس نقيم انه انتاجيا وإخراجيا كده عقليا وفكريا كده هدولي أدوات الأدوات اللي أنا بحبها لا تنتمي إلى ماركة معينة ولكن في الغالب تلقوني ميال ما بعرف ليه لكن بس بتاعبوا رح تعرفوا ليه ولكن هذا لا يعني انه احدولي هنن الأدوات الوحيدة في السوق أبدا كل الأدوات تستطيع أن تنتج شيء كل الأدوات اللي انت بتتعود عليها ممكن تخرج منها مخرجات جميلة جدا بيرجع على هون شو في وهون شو بده يطلع اوك اتفقنا انتق تصد لس دو ديس